وجدت حسابات وشخصيات من محبي تركيا ورئيس تركي إردوان في استقالة وزير الداخلية التركي سليمان سويلو مادة خاما جيدة للفابركات والتضليل على الرغم من انتشار خبر رفض استقالته إلا أن ذلك لم يمنع صفحة منسوبة للحاج أشرف السعد رجل الأعمال المصري الهارب كثير الحضور عندنا والرائد في عالم الفابركات والفضائح الوهمية صفحة الحاج أشرف نشرت صورة لسويلو وهو نائم في وضع غير مريح داخل إحدى المركبات مع تعليق تشم منه رائحة البهارات كعادة منشورات الحاج أول تسريب لصورة وزير داخلية تركيا أثناء القبض عليه قبل أن يرضخ إردوان لجهاز الأمن القومي ويعيده إلى منصبه حتى لا يذعى أسرارا قد تنهي حياة إردوان السياسية وتلقي به في سجون تركيا أما صديق البرنامج أمجد طهد الهوى السعودي فقد نشر صورة ذاتها ولكن مع تعليق أكثر لباقة وعمقا كعادته إردوان يهدد وزير داخليته بالتصفية إذا لم يتراجع عن الاستقالة وزير الداخلية التركي سليمان سويلو شارك في تهجير الآلاف من أبناء سوريا وإرسالهم للقتال في ليبيا وشارك هذا المجرم بقتل الأطفال ونساء من الأكراد ودعم احتلال الشمال سوريا صحيفة الزمان صاحبة شعار ضمير الإنسان لصحبتها إلهام شرشر زوجة وزير الداخلية المصرية السابق حبيب العادلي وهي بصدفة الزوجة السابقة للحاج أشرف السعد نشرت خبرا احترافيا عن الموضوع إردوان يلقي القبض على وزير الداخلية التركي بعد رفضه العودة لمنصبه شاهد وإذا طلعت على الخبر ستجد صورة نفسها لسويلو التي نشرها السعد وطه حسابات كثيرة على منصتي فيسبوك وتويتر قامت بنشر الصورة والخبر بأشكال وصيغ مختلفة وكلها تعتمد على قوة الصورة التي تقطع الشك باليقين المشكلة الوحيدة أن من التقط الصورة هو المترب التركي يوسف جوناي ونشرها عبر حسابه على انستجرام تضامنا مع الوزير المجتهد بحسب جوناي حيث قص مع صورة حيثيات التقاطها داخل طائرة هليكوبتر كانت تقلهما هو وصوله في طريقهما لقضاء رأس السنة مع الجنود في محافظة هكاري التركية حيث غنى جوناي للجنود مرتديا الزي العسكري وكان الوزير التركي قد غلبه النوم رغم ضجيج المروحية بسبب الإرهاق الشديد ونشر جوناي الصورة لأول مرة مساء يوم الثاني عشر من أبريل بعد علمه باستقالة وزير الداخلية التركي تضامنا معه ومطالبا الرئيس التركي برفضها الوزير التركي خرج إلى وسائل الإعلام وأعلن تراجعه عن الاستقالة بعد رفض الرئيس التركي لها وأعلن صغلو أنه مستمر في خدمة الشعب على حد تعبيره خالد إسماعيل فند القصة لمنصة مسبار لمكافحة الأخبار الكاذبة وضمن خبره تغطية الإعلام التركي لاستخدام الصورة في تركيا في شائعات مشابهة